بسم الله الرحمن الرحيم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستأديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الرسالة الثانية وهي رسالة إلى دعاة الأمة المخلصين وذكرنا أن رسالة تصحيح المصار في التعامل مع القرآن بتجتمل على ثلاث رسائل كانت الرسالة الأولى بهذا الاسم تصحيح المصار في التعامل مع القرآن وكانت الرسالة الثانية رسالة إلى دعاة الأمة المخلصين وهذه الرسالة كما ذكرنا أننا بنحتاج إلى تطوير طرق تدريس العلوم الشرعية طرق تدريس العلوم الشرعية خاصة مسألة العقيدة وأننا المطلوب أن نتعلم العقيدة مشافة كما نتعلم التقويد مشافة أولاً ثم يأتي بعد ذلك التعليم النظري التعليم النظري ما هو إلا ترتيب لهذه المعلومات التي تعلمناها من خلال التقويد العملي كذلك أيضاً بنحتاج أن نتعلم هذا الإيمان وكذلك أيضاً بنحتاج إلى هذا الربط الوثيق بين الإيمان والعبادة والإيمان والسلوك والإيمان والمعاملات والإيمان والأعمال بسفة عامة وهذا كما بينا منهج نرى دائماً في القرآن في عرض لمسائل الإيمان نجد ذلك موجود بوضوح في القرآن نجد دائماً كده هذا التلاجم الترابط بين الإيمان وكذلك السلوكيات الإيمان والعبادات الإيمان ومعاملات بيكلم على منظومة الإسلام الشامنة وده المنظومة التي ينبغي أن يتربع عليها الإنسان وكذلك تكون هي نظرة الإنسان لما يتعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى نحن كما بينا نتعلم دائماً العقيدة من خلال كتب معتمدة كتب دي نتعلم من خلالها ضوابة الإيمان لكن إزاي أنا أعيش الإيمان إزاي أتحرك من خلال ما تعلمنا من مسائل الإيمان الكلام دا حرجت دائماً في منهج القرآن في عرض منهج القرآن قلنا لأن القرآن لم يفصل ما بين العقيدة وبين هذا التفعيل العقيدة والتفعيل هذا الإيمان إذا كان بانضباط سلوكي أو في حث الإنسان وتحرك الإنسان نحو أداء العبادات بصورة صحيحة وتامة وكملة وكذلك أيضاً انضباط الإنسان في معاملاته وفي أفعالي بصفة عامة وذكرنا وأخفنا في المرة السابقة عند هذا المثال قلنا إليك هذا المثال ففي الجزء الثلاثين جزء عام الجزء النبأ الجزء الذي يتكلم عن البعث قلنا أن الجزء هذا يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر يتكلم عن البعث وتكلم عامة بعد إثبات البعث يعني قص علينا ما سنراه تعالى دائماً أحداث بعد البعث وقيام رب العالمين وبردك الجزء هذا بنجد دائماً بربط يربط ما بين العقيدة والسلوكيات وين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو زنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم يبعثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين كلم كده إيه ترى الانحراف السلوكي ده الانحراف الخلق السلوكي التفطيف في الميزان ده انحراف طب الانحراف ده نتج إيه يبعا عدم رؤية الإنسان للآخرة عدم استصحاب الإنسان لهذه المشاهد لذلك بدأت الصورة وينه وعيده وتهديد الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو زنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم يبعثون اليوم عظيم يوم يقوم النصر بالعالمين يبعا لو كان عنده الإحساس باليوم الآخر وهذه مشاهد موجودة في نفسي ستصحب ذلك عند البيع والشراء عند المحملات عند الكلام يبعا عند الحركة عند السكون هنجد دائما حينتج انضباطا سلوكيا لكن حراف السلوكي ده كله نتيجة يبعا عرام أنه ممكن يكون ممن يدرس هذا الكلام لكن لم يعيش الإيمان لم يعيش الإيمان وبالتالي لم يقم ببث مساء الإيمان في نفسه وفي قلبي لم تخلط القلب وبالتالي عشان يتحرك من خلالها أرأيت الذي يكذب بالدين تكلم على التكذيب بالبعثة ولكن بعد ذلك ذكر يعني سلوكيات ومعاملات وعبادات رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليدين ولا يحض على طعام المسكين أول ما بدأ تكلم على تواجد هذا الإنسان في المجتمع والسعي لإزالة حاجة هؤلاء الضعفاء والمساكين الأرامل اليتامة يبقى دوره في المجتمع بتكلم عن دور ذلك الإنسان في المجتمع اللي حركك لي دايما الإيمان اللي حركك لي الإيمان كذلك بتكلم عن استهالة هذا الإنسان بالصلاة بتكلم عن أيضا الرياء بتكلم على عدم الموساة عن طريق العرية أو الهبة أو غير ذلك يبقى كلها سلوكيات كلها سلوكيات السلوك ده أساسا اللي بيحركك إليه هو الإيمان لما يجد الإنسان أي تخلف في السلوك أو انحرار سلوكي ارجع كده حيزين نحتاج أن ننضبط إيمانيا انضباط الإيماني احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن فعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شوال ربط إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبقى محتاج له الضبط الإيماني عشان نجد استقامه في مسألة السلوك وإحنا بنقرأ كده في خاتمة سورة الكاف فمن كان يرضو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى الربط هو العمل الصالح وكذلك الاستقامة على أمر الإيمان تجريد التوحيد إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وبالتالي سينتج ذلك النتاج له التفعيل بالأعمال الصالحة والاستقامة على أمر والآن في ذلك كثيرة دائما المحرك إلى الأعمال الصالحة هو الإيمان وهذا التفعيل إيمان موجود في القلب يبقى نحن نرى من خلال السلوكيات الإنسان على الظهر في واقع هذا الإنسان وكلام ده ذكرناه وبينا يعني آيات كثيرة في كتاب العز وجل يتبين أن انطلاق الإنسان العمل الصالح لابد أن يكون من ركيزة إيمانية يبقى تم التكوين الإيماني الصحيح وغرص غرصا في النفس والقلب هنجد بقى أثر ذلك الغرص في التحرك السريع اتجاه فعل الأعمال الصالحة وهذا الانضباط السلوكي عمل صالحا من ذلك أنه أنثى وهو مؤمن فلنحيناه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أراض الأخيرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الله عز وجل بيبين يعني ينطلق من ركيزة إيمانية فمن يؤمن الله ويعمل صالحا يدخلوا جنات تجربوا من تحتها النهار وذلك يحب نجد التلازم دائما ببين الإيمان وعملوا الصالح إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات والذين أمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن أسال في خصص إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات الترابط ده يعني لازم يلفت نظر الإنسان يلفت نظرك كده هذا الترابط نحن نتكلمش على الإيمان بمعزل كده عن حياة الإنسان لا ده أنا تطبيقاتي الحياتية كلها اللي حركني إليها عشان تبقى منضبطة ومستقيمة هو الإيمان الغرس الإيماني لازم أنا يتم غرس مساء الإيمان في النفس أطمئن كده إنها فعلاً بثت وغرست داخل نفسي وداخل قلبي يبقى مشاهد أسماء الصفاد مشاهد الأخيرة هوالي الأخيرة كلها مبثوثة كده في النفس وفي الخلق ما بنفكش عنها الإنسان لا ينفك عنها يبقى نقول أنت إيه بيستصحب كل ده في واقع حياتي في أموره الحياتية استصحب ذلك الأمر وأيه كما بينا أي خلل في السلوك أي خلل في المعاملات أي خلل في الأقوال إرجع كده تجد أن إيه ما هو إلا صدى لخلل موجود في الإيمان لكده إحنا يتم ضبط وتمتين قواعد الإيمان ويطمئن للإنسان أنها بثت وغرست في نفسي غرساً صحيحاً وبعد ذلك يرى أصد ذلك من خلال السلوكيات قلنا إليك هذا المثال ففي الجزء الثلاثين جزء عام يتكلم عن البعث يتكلم عن عامة بعد البعث ليقص علينا ما سنرى ونتعرض له أحداث بعد البعث فلو استعرضنا كمثال سورة النبال أول سورة بيبتتح بها جزء الثلاثين السورة دي لما نيجي يعني يتعامل معها وكلام ده التعامل معها يعني القرآن بصفة عامة أي سورة من الصور إحنا بنجي كده لما تيجي ترجع للتفسير تفسير ابن كثير أو غيره تجد إن ابن كثير رحمه الله بيختار مقطع كده من الآيات وبعدين رح ذكر التفسير اختار مقطع آخر الكلام ده مش ارتجالي ولا عشوائي يعني بيختار المقاطع دي إزاي يبقى هي لها صلة واحدة ذات صلة واحدة لها ذات صلة واحدة وآيات بيبقى بيتدل على معنى كامل إحنا ما بننتبهش نريجي نقرأ التفسير بس على سورة الأنفال يبدأ بكم آية وعدين يجيب تفسيرهم وعدين كام آية ويجيب تفسيرهم انتبع كده يعني ابن كثير رحمه الله بيقسم الآيات دي أو السورة بصفة عامة إلى بنود أي بند من البنود دهيات أو أي مقطع من المقاطع دي هي في الحقيقة يعني نقول مقطع كل الآيات ذات صلة أساسا وبتدل على موضوع أو عنصر متكامل ولذلك انت ساعد تقرأ في التفسير بيجيب آية واحدة بس آية واحدة الآية دي موضوع كامل الآيتين موضوع كامل عشر آيات موضوع كامل اتناشر آية موضوع كامل أربع آية موضوع كامل بيجيش كده أساسا أمر التجاري أو عشواء يختار كم آية ويبدأ يفسرهم لا التفسير أو الآيات يختار آيات لها صلة وآيات دي بتكمل عنصر أو بترشد إلى عنصر متكامل فلذلك إحنا حتى تقسيم آيات الصورة يعني على ذلك مش يقسم هكذا ولكن أيضا لها نظرة حسب التوجيه لهو أرادوا من ذلك التقسيم يبقى إحنا تعودنا اتعلمنا كده أني لما نيجي نقرأ في التفسير اقرأ بس مهم جدا أنك أنت تقرأ المقاطع اللي هو أتى بها من خلال مقاطع هذه الصورة يبقى مجموعة آيات كده وقولنا بتختلفهم ممكن آية واحدة تكلم عليها آياتين خمسة اتناشر زي ما يكون يعني فلكن دي آيات آيات لها صلة واحدة وكذلك بتكون عنصر واحد ترشد إلى موضوع واحد فإحنا استعرضنا صورة النبأ عارفين صورة النبأ هي أربعون آية نقرأها كده نقرأ الصورة مباشرة لكن الصورة في الحقيقة مقسمة كده إلى مقاطع أو بنون نقرأ كده المقطع الأول بيتحدث عن طائفة أنكرة البعث فكان الوعيد والتهديد عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ده المقطع الأول بيتكلم عن طائفة أنكرة المعث فكان الوعيد والتهديد حنجد لما نقرأ الآيات ولذلك إحنا الإمام لما بيقرأ بيقرأ إزاي بيقرأ من أي صورة لكن بيقرأ ليه ابتداء في الآيات وليه انتهاء ما بيراش كده يعني بطريقة مرضك ارتجالية مش بيرتاجل كده ويقف أيه عند أي آية لا بيقف هنا يعني يقول ده حتى يقال إيه هذا وقف قبيح وهذا وقف حسن ليه لأن أنهى الموضوع عنهوش أنهى الموضوع فالإمام ما بيقرأ حنقرأ حبتد من كده وحنتيم كده ودي آيات كلها متناسبة آيات لها صلة واحدة آيات بتحكي كلام واحد أو موضوع واحد فبقعش كده الكلام بيبقى منتبه بينتبه لذلك الأمر فكذلك إحنا بنيجي نقرأ صلوة النبأ يبقى الجزء الأول ده بيتكلم عن تحدث عن طائفة أنكرت البحث فكان العيد التهديد عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وجدنا كده إن الآيات دي فعلا آيات تبقى يعني مكتملة المعنى أيضا المقطع الثاني بيتكلم عن دلائل خدرة رب على الإيجاد والخلق وفي ذلك إثبات إمكانية البحث وأنها غير معجز للعزة جل الذي خلق هذه المخلوقات من عدم إذا ألم ندعى الأرض من هذا والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا ودعلنا نومكم شفاتة ودعلنا الليلة لباسة ودعلنا النهارة معاشة ونينفقاكم سبعا شدانا ودعلنا صرادة مهاجة وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجة نخرج بها حبا ونباتة وجنات ألفافة ما بيقرأ الإمام أنت لما تيجي تقرأ حفظ الصورة دي بتقرأ بها ما بتقفش في نص الأيات دي إنه أقول لك أنت الأيات دي طوف من من اللي فين طول اللي أول ما أقول ألم نجع أرض من هذا لغاية وجنات ألفافة يعني هي بتكلم على موضوع واحد كده موضوع مجموعة الأهد بيكلم عن موضوع واحد الآيات الأول المقطع أو البند الأول ده بيكلم على طائف أنكرة البعث فكان الوعيد والتهديد على طول مقطع الثاني بيكلم على دلال قدرة الرب شبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق وده عشان بيرشد إلى إمكانية البعث وأن الله تعالى لا يعجزه شيء الذي خلق هذه المخلوقات من عدم أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت لخلق سنة الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما أنت هذه المخلوقات خلقها الله تعالى بقدراته والله تعالى لا يعجزه شيء يعني هل يعجز عن إعادة هذه الأشياء بعد فنائها بعد زوالها أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت بل قادر سبحانه وتعالى يبقى خلق الخلق دي من عدم يعني خلق الخلق من عدم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني هو أهون نشأ الثانية أهون من النشأ الأولى يعني زي الإنسان كده خلق من عدم لكن عند عادة الإنسان كل شيء بيبلغ الإنسان إلا عظمة كالخردلة يبقى عجب الزنب ده هو التي بينبت بها الإنسان في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلق الإنسان لما بيموت ويدفن بيبلغ منه كل شيء إلا عظمة ضعيفة جدا زي الخردلة كده هي دي البذرة يبقى خلق الإنسان يوم القيامة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن أصلا هو خلق من عدم هل قات على الإنسان حين من الضرر ما يكون شيء مذكوره خلق من أي من عدم أساسا يعني كان الله لا يكون شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الخلق النشأ الأخرة أهون من الأولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يبقى كل الآيات دي بتتكلم على قدرة الرب سبحانه وتعالي إجاده الخلق بترد على الطائفة لأنكرة البعث اللي بينكر البعث ده يعني كيف تنكر ذلك البعث والكون ده بأكمله يعني خلق من عدم ويقرب ذلك الأمر طب يا ترى إيه اللي يجهز الرب سبحانه وتعالى قادر على خلق هذا الذي قادر كان قادر على خلق هذه الأشياء الذي قادر على خلق هذه الأشياء يعجز عن خلقها مرة الثانية يبقى إن أقرب الأولى لازم يقرب الثانية أيضا المقطع الثالث بيتكلم بقى عنه قيامه اليوم الذي سيفصل الله فيه بين العباد وأيضا يصحب هذا اليوم أحداث يبقى أنكروا البعث هذه دلال قدرة على إمكانية البعث هون الآن يبقى الإجابة تمت هم أنكروا شيء فتمت الإجابة أنه لا هذه إمكانية وقدرة رب سبحانه وتعالى على إيجاد العباد بعد موتهم بيجي بعد كده إيه البعث كلمني عن البعث قال ما بعد البعث إيه اليوم أساسا يبقى عشان كده أحمد نتعلم ما بعد إثبات الصفة يبقى بنسبة الصفة من صفات الرحمن بنسبة صفة صفات الرحمن ما بعد الإثبات يعني ما بعد الإثبات يبقى لما أجل كلم كده أن رب سبحانه وتعالى عليم ما بعد إثبات بقى الصفة جيبوا الآيات والأدلة على ذلك أنا محتاج أتعلم أن بعد الإثبات يعني أنا مش محتاج أي أدلة لأن ده كلام مثبت عندنا أما أقول أن الله عز وجل سميع ده كلام مستقر عندنا تماما كمسلمين الله سبحانه وتعالى حليم الله عز وجل عليم كل ده يعني ثابت مستقر عندنا فيه شك ولا تردد في ذلك أنا اللي أحتاج وكله أن بعد إثبات الصفة دي إزاي أنا أتعبد رب سبحانه وتعالى فأنا لا أحتاج يبقى أذلك إذا بتأتي نقول الله عز وجل إيه عليم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وتغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده ومقدار نسبة العلم أنا نطرأ أن الله يعلم ما في السمات والأرض ما يكونوا من أجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا وسادسهم والأدنى من ذلك والأكثر لو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بمعاملهم القيامة أن الله بكل شيء عليم عشان نسبة صفة العلم خلال دي مثبتة أنا عايز أعبد رب سبحانه وتعالى هو عليم أعبده إزاي كيف أعبد رب سبحانه وتعالى إزاي يكون هذه صفة العلم لها أثر بالغ على انضباط السلوك عندي يبقى لازم أنا كده يبقى في صورة بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى فكذلك أيضا ما بعد إثبات ما بعد إثبات البعث إحنا خلاص البعث كده إحنا بنؤم بالبعث ما بعد الإثبات فالآيب تتكلم ما بعد الإثبات بقى دا يوم القيامة واليوم الذي سيفصل ربنا سبحانه وتعالى فيه بين العباد إن يوم الفصل قانا ميقاطا هذا الموعد يوم ينفق في الصور فتأتونا أفواجة يكلمنا على الأحداث يعني هنقوم إزاي رب العالمين يوم ينفق في الصور فتأتونا أفواجة يقول الناس رب العالمين وفتع السماء وكانت أوابة وسلود الجبل فكذا الصرامة دي طبعا يعني مشاهد القيامة المقطع الرابع الجزاء المنتظر حسب أعمال العباد إما إلى جنة وإما إلى نار يبقى البعث والفصل وربنا سبحانه وتعالى حكم بين العباد ما بعد بقى الفصل دا إما يسقل نساء إلى جنة وإما يسقل إلى نار فجاءت الآية تتكلم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة إلا حميع ونغساقة يتين كذابة وكل شيء نحصانه كتابة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابة إن للمتقين مفازة حدائق أعنابة وكواعب أترابة وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة جزاء من ربك عطاءا حسابا إما الفصل رب أسمح على يفصل بين عماد ومقياما ولاد بتكلم عن نفق في الصور إن إصرفيل عليه السلام الموكل بالنفق في الصور هينفق النفقة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس لرب العالمين للحساب وأن يفصل بين العباد طيب نتيجة الحساب ده نتيجة الفصل يبقى هيساق الإنسان إما إلى جنة إما إلى نار فكلامة الآيات هذه يعني أهل النار منهم وكم يمكسون وأيضا أنواع التنكيل والعذاب الذي يعني يرونه في النيران وبردك في المقابل أهل الجنة ونعيم أهل الجنة ما يجدون من نعيم في الجنة إما لأن هذا نتيجة الحساب طيب نقطع الخامس التعريب بالله العظيم واصطفاء في الملائكة لما يجي الرحمن ولا تكلم أحد منهم إلا إذا أذن له التعريب بالرب بقى المعبوس سبحانه وتعالى رب السماء والأرض ومنهم والرحمن لا يملكون منه خطار يوم يقوم روحه والملائكة صفها يجيء ربنا سبحانه وتعالى بعدما اصفت الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يشفعون إلا لمن ارتضى لا يتكلمون إلا بإذنه يبقى إحنا مشت إحنا دي كلها بشاعة غيبية ربنا سبحانه وتعالى قص علينا هذا الأمر المقطع السادس المصرع ومدرع العمل الصالح وقرب الساعة وشد الأولها ذلك اليوم الحق يعني بعد الكلام كده عن يوم الفصل بيبدأ التوجيه بقى الخطاب لي توجيه الخطاب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربيه مقابل شفت أنت الصورة المرئية شفنا يوم القيامة وشفنا سكنا أهل الجنة الجنة وسكنا أهل النار النار وكيف أن الله تعالى يجيء للفصل بين العباد طب إيه المطلوب بعد كده هل يا طالة دي كانت معلومات كده عامة وثقافة لا فيه ترشيء فيه إرشاد بقى فيه توجيه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربيه مقابل الصورة هي مرئية إن ديناه السبيلة إما شاكرا وإما كفورا وعارفين المقالات شفنا المقالات يبقى نقول والله دا احنا محتاجين أن نكتاد في الأعمال وعشان برضا كنا يعني ما بقاش فيه نوع من نوع التسويف عند الإنسان يأتي الأيات بعد ذلك المقطع يتكلم عن قرب الساعة ذلك اليوم الحق وإن شاء اتخذ إلى ربيه مقابل إن أنظرناكم عذابا قريبا عشان ما بقاش فيه تسويف ما تظنش إن إيه الأمر بعيد لا دا الأمر أقرب مما تتصور وأقرب مما تتخيل إن كان أقرب مما تتصور نسارع ونبادر إلى الأعمال الصالحة يعني نقول ما فيش وقت أبدا حنرجع فيه الأعمال الصالحة لكن لا بد من المصارعة فالآيات تتكلم عن قرب قيام الساعة يوم يرونها كان نوع يوم يبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها يبدأ نقول وقت بسيط يبثوا فيها إلا ساعة برها من الزمن يبدأ تطلب مني المبادرة والمصارع لا تأجيل ولا تسويف ولا غفلة لدى المفترض الجد والاكتهاد قال إن أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتاني إن كنت تراب فبتأكد عليك إن أنت لما تحاسب تحاسب من خلال الأعمال التي سطرت عليك خلال الأقوال التي كتبت من إملائك ذلك اليوم الحق فمن شاء تأجيل ربي ما آبا إن أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر مرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتاني كنت ترابا من شدة أهوال يوم القيامة يبدأ في النهاية بيوصل لرسالة أننا لازم أسارع وأبادر فأنا رأينا إلى آخرة رأي العين رأيناها من خلال ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى خلال ما بيّن لنا النبي هل دي لثقافة كده معرفة ولا ليه لا دي عشان تبقى تحرك الإنسان تحريكا على الفور والاستجابة الفورية عشان يستقيم على أمور ربش محنة تعالى فيش وقت أساسا يعني يضيع من الإنسان فيش غفلة فيش تسويف لكن المبادرة والمصرعة هذه سورة أساسا النبأ هذه سورة النبأ ودي أي سورة نصور القرآن هنجدها يعني بتتكلم عن موضوع وبالتالي تدينا برضاك التوجيه والإرشاد التوجيه والإرشاد فأدي مثل من أمثلة طيب يا طرأ إحنا ما انتهناش في التعامل مع الصورة لكن كل ما في المسألة أسمنا الآيات إلى بنود إلى بنود أو إلى مقاطع الوقت عدى يبقى آيات مؤتلفة آيات مؤتلفة بترشد إلى عنصر واحد أو موضوع واحد فطيب الآيات دي احنا هذين الاستفادة كمان فكيف عرفت ربي من خلال هذه الآيات إزاي من تعرف عن رب سبحانه وتعالى احنا تعودنا دايما كده في الأسماء والصفات احنا بيجي التصريح بالاسم أو الصفة والتالي كمان نقول أن الله سبحانه وتعالى سميعا بصير فبنجيب الآيات التي تختم بذلك وكان الله سميعا بصيرا يعني وكان الله سميعا بصيرا والله بكل شيء عليم هذه صفة العلم هذه صفة السامع صفة البصر لا كيف نرى أثار الصفات من خلال يعني الكون المشهود وده اللي رب سبحانه وتعالى أمرنا يعني في عبد التفكر أن احنا ننظر إلى آيات الكون المشهودة يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يتكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطولا سبحانك فقين عذبنا التفكر الآيات الكون المشهودة تدل على عظمة الرب على تفرض على توحيد سبحانه وتعالى كبريائي فالكلام ده أنت بتشوفه من خلال آيات الكون المشهودة تدل على إيه إذا ما إحنا مرت علينا الآيات أن نجعل أرض من هذا والجبال أو تادي بتتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى قدير قدير سبحانه وتعالى لما أقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى قدير يعني أذكر من الآيات أو الأدلة التي تدل على ذلك أهو الله تعالى خلق ذلك بقدرتي خلق ذلك لما يكون له معاون لما يستعين بأحد سبحانه وتعالى ولكن قلق كل ذي بقدرتي سبحانه وتعالى يبقى أنا من جعل أرض من هذا والجبال أو تادي ما الذي صنع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ربك قدير لا يعجزه شيء فأنا عرفت قدرة الرب سبحانه وتعالى خلال هذه الأثار أثار الأفعال وأثار تلك الصفات التي نرى من خلال الكون المشهود كيف عرفت رب من خلال الآيات وذي أمر هم جدا إزاي نتعرف على رب سبحانه وتعالى من خلال الأثار انظر إلى آثار رحمة الله انظر إلى آثار رحمة الله يبقى لها آثار كده يبقى آثار إحنا نراها فلذلك قال الله عز وجل حليم نراها إزاي عما تسألون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سعلمون ثم كلا سعلمون حليم حليم دول أنقاروا وكذبوا بالبعث أنقاروا البعث وكذبوا بالبعث ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة لم يعاجلوا بالعقوبة حليم سبحانه وتعالى وإحنا عشان نتخيل الأمر دهوت يعني لو لم يكن ربي حليما هلك الإنسان لكن ربنا سبحانه وتعالى حليم نقول أن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم بعد يعني 21 سنة أسلم ربنا سبحانه وتعالى حليم أبو سفيان ده كان رأس من رؤسه الكفر يعني رأس من رؤسه الكفر يعني سعى لفتنة الناس ورد الناس عندي ربهم سبحانه وتعالى أسلم السنة الثامنة من الهجرة اللي هو عامل فتح 13 سنة مكية وتمانية بقى 21 سنة 21 سنة أسلم بعد هذه العداوة الشديدة لو لم يكن ربي حليما كان هلك أبو سفيان هلك عمر الخطاب هلك فلان ودل أسلم بعد السنوات ربك سبحانه وتعالى حليم حليم وده أنا أساسا أثر ذلك أني بتعلم أنا أنا يبقى ساعة الصدر وتكون حليم مع الخلق حليم في الدعوة لدي الله سبحانه وتعالى حليم في تعليم الناس في إرشاد الناس لا يضيق صدرك لا يضيق صدرك فالله عز وجل حليم يتعلم الواحد يستحى بقى من رب سبحانه وتعالى يارب من صح نرال من نجع أرض من هذا وجبال أوتادة خلقناكم أزواجا وجعلنا هنكم سباتا وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهارة معاشا ونينفاقاكم سبعا شدادا جعلنا صلاة ومهاجا وانزلنا من المصالات ماء سجاجة نخرج بها حبا ونباتا وجنات الألفاف هذه الآيات مظهرة لقدرة الله سبحانه وأنه سبحانه الذي خلق هذه المخلوقات قادر على إعادة الإسلام بعد الفناء وزواله وفي هذه الأذلة التي سقى الله لنا بيان القدرة على الخلق والإيجاد القدرة على البعث العباد بعد موتهم وبيان رحمة الله عز وجل وإلا لماذا ساقى الله تعالى هذه الأذلة لكي نؤمن بالله حتى لنعذب بالنار يبقى لما أجل بصي كده أولا الآن تتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى فيبث في نفسك أن ربك سبحانه وتعالى قدير الذي خلق هذه المخلوقات أوجد هذه المخلوقات من عدم يبقى قادر أن يعيد هذا الخلق بعد زواله بقدرتي سبحانه وتعالى لا يعجزه الشيء هذا أمر أمر الثاني برضك يعني أنا أتعلم الآيات أن ربي سبحانه وتعالى رحيم رحيم سبحانه وتعالى رحيم إحنا بنشوفها إزاي كده لأن الله عز وجل لما ساق الأدئلة دي ليه سقلنا ليه عشان نؤمن حتى لنعذب بالنيران الله تعالى ينتفع بإيمان الإنسان ولا بطاعة الإنسان ولا يضر بكفره ولا بمعصيته لكن ربنا سبحانه وتعالى رحيم أراد لك أن تنقذ من النيران لم يرد لك أن تعذب بالنيران دول قوم أساءوا وأنكروا البعث خلاص أنكروا البعث يتركوا لا جاءت الأدلة الدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى التي على مثلها أمن الناس عشان يؤمنوا طب إيه نفع ربنا سبحانه وتعالى بإيمان هؤلاء الله تعالى لا ينتفع كما بينا لا بإيمان هؤلاء ولا بطاعتهم ولا يضرب معصيهم ولا مخلفتهم ولا شركهم وكفرهم ولكن الله عز وجل رحيم فبين للعبد ما يؤمن على أساسه وده الآيات وللصحابة أمنة إزاي رضي الله عنه الصحابة دول أمنه إزاي فما الخلال الآيات دهيت طب يا ترى يؤمن حتى لا يعذب بالنار فده دلالة بيان لرحمة الرب سبحانه وتعالى رحيم يعني رحيم سبحانه وتعالى يعني عشان نستشعر رحمة الرب وده بيعلمني علمني أنا في الدعوة الديني لا يكون عندك رحمة إحنا نشوفها من خلال التعبيرات نشوفها من خلال دعوتك للناس يبقى أنا مش إقامة حجة على الناس ولكن لا يبقى فعلاً اللي أمامك ده بيشعر أنك أنت عايز تنقذه من النيران تنقذه من ما هو فيه من المخالفات والمعاصي يبقى الكلام ده بيظهر أو هذه يعني الشعور أو هذا الإحساس أو هذا الخلق بيظهر منك عند الكلام مع الناس بقىش فيه كلام جف كده الرفق والرفق ده حياتي معاه أيضاً إيه الرحمة نشعر بذلك الأمر عندما تتكلم وتدعو الناس إلى ربهم وإلى دين الله سبحانه وتعالى وشرعي أو ترك هذه المنكرات فيبقى الله عز وجل الرحيم تعلم منها يكون الرحمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى رحمن الرحيم فمن رحمة سبحانه نوباء لنا من هم أصحاب النار وذكر لنا عذاب أهل النار حتى نتجنب هذا العذاب ولا نتمثل صفات أو أفعال سلوكات أهل النار كذلك ذكر لنا الجنة وما فيها من نعيم اللي يكون حافظنا على العمل امتزام السلوك وعلى المبادرة إلى أن نحمل صفات أهل الجنة وهذه رحمة من الله عز وجل بعباده أما لهم ما كانوا يجهلونه حتى يسرعوا يبادروا لحمل صفات أهل الجنة وكذلك في المقابل لينقذوا أنفسهم فلا يحملوا صفات أهل النار إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبة الله عز وجل عز وجل وانتقاه لكن لما إحنا نقرأها أنت كمسلم يبقى هذه رحمة رب سبحانه وتعالى إنه بيّن لك يعني هذا المشهد لي عشانه ما كونش من أهله وبيل لنا إن دولة يعني كيف حيكبوا عوديون في النيران إيه الأسباب عشان نكتنبها دي رحمة من الله عز وجل بالمؤمنين رحمة بك أيها المسلم أن الله تعالى بيّن لك أن أهل النار استحقوا النار بسبب ما ارتكبوا من ذنوب ومعاصي إيبقى عشان أنا أقلع عن ذلك الأمر بسبب شرك هؤلاء مخالفات هؤلاء كل دليل عشان أنا ما كونش من أهل النار حتى لا أعذب ونكون إحنا وقودا ليه يا أيها الذين أنقوا أنفسكم عليكم نارا وقودوها الناس والحجارة يبقى تقي نفسك طب إزاي يبقى أنا بابتعد عن الأسباب لها الجالبة لصخة الله وعذاب الله وأسعى الأسباب الجالبة لإستعادة والفوز بالجنة والنجاة من النيران أذي رحمة يا رب سبحانه وتعالى بقي لنا مشاهد إحنا مش هنراها غير يوم القيامة مش هنراها غير في القيامة تخيل أنا كنت أجهل هذا الأمر أجهله فممكن الإنسان يبقى هائم على وجهه كده هائم على وجهه لكن لما باين لنا رب سبحانه وتعالى إن هذا الفعل يكبل الإنسان بسبب النيران ليه بيقول لي كده عشان أبتعد عنه الفعل ده يقال بالإنسان للجنة ليه عشان أفعل ذلك رحمة من الرب سبحانه وتعالى أراد بنا رحمة أراد بنا رحمة يبقى حتى المجل نقرأ كده عن أهل النار عذاب أهل النار ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون يخوفنا لما فقيم الظلم من النار تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون خوفنا زي ما احنا استمعنا إلى الآيات ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يعني ويحذركم الله تحذيه تخويف والله رؤوف بالعباد يعني مثلا زي ما الأب كده بيخوف ولده يخوفه يقول له اعتمدش كده حنعطبك وكذا فهل يطره هو يتمنى أن يقع الولد في هذا المحظول لكي يقوم بعقابه أبدا ده هو بيهدده بده عشان الولد يستقيم ويعملش هذا الأمر والله المثال الأعلى فربنا سبحانه وتعالى لما أرانا عذاب أهل النار والأسباب التي بها وصلوا إلى النار ويكبع الرجوم في النيران عشان أنا كمسلم أكتنب هذه رحمة رب سبحانه وتعالى هذه رحمة رب سبحانه وتعالى فيحنا تقرأ المشهد كيف تقرأه يبقى رحمة بالمؤمنين رحمة بالمؤمنين وكذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الجنة وفيها من الداخل عشان يكون الشوق عندك عشان تستزيد فعل أعمال الصلاة تقريبك يا ربك الله تعالى ليس بظلام من العبيد فآل النار ما استحقوا دخول النار إلا بذنوبهم ومعاصيهم وخلفرهم لشرع ربهم والجنة ما استحقوا دخول الجنة إلا بعملنا توفقهم الله إليها ليس بظلام من العبيد كما إحنا بنقرأ كده من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلى أهم ربك بالظلام من العبيد يا عبادي نمي أعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها يعني يا عملك أنت اللي حتجاز به وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وننخلج اليوم من قيامة كتابة إن القوم من شهر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين ونضع الموازين للقصط اليوم من القيامة فلا تظلم نفس شيء إن كان مثقال حبة الخردة لأتينا بها وكفى بنا حسين إحنا بنقرأ كده الله تعالى ليس بظلام العبيد فمن يعمل مثقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال زرة شرا يرى يعني اللي أنت هتعمله هو اللي هتجد هو اللي هتحاسب على سيئة عبادي إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فنجدوا خيرا فليحمد الله وغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فالله تعالى ليس بظلام للعبيد الله عز جل حكم عدل يعني ليس بظلام للعبيد وحرم بيننا الظلم حرم بيننا الظلم فآل النار ما استحقوا دخول النار إلا بذنبهم ومعاصم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السائر إن جنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لبيثنا فيها أحقابا لذي كنا فيها برضا ولا شراب إلا حمير وغساقة جزاء موفق إنهم كانوا لا ردون حسابه فالكرش من يوم الآخر هو وكذو أيتنا كذا وكل شيء حصانا وكذا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وكذلك آل الجنة وصلوا إلى ذلك بتوفيق دعزي لهم بالأعمال الصالحة والاستقامة على أمري إن المتقين مفازح حذائق أعنابة وكواعب أطلاب وكأسا دياقة لا يسمعون في لغنا لك الذابة جزاء من ربك أعطاء حسابه رب سمعته الأرض ومعناهم الرحمن طيب يبقى ده أساسا كيف عرفته رب من خلال الآيات يبقى ده صورة من الصور إزاي أنا بتعرفها رب سبحانه وتعالى من خلال القراءة اللي احنا بنقرأها من الصور فالله عز جل رحمن الرحيم الله عز جل قدير حليم ليس ظلم العبيد وبالتالي ده جانب كده احنا بنراها من خلال أثار هذه الأفعال دي أثار هذه الأفعال احنا قلنا أن الله عز جل أما أمرنا أن ننظر إلى هذه الكون المشهودة لأنها تدل على عظمة رب وعلى تفرده على توحيده سبحانه وتعالى على كبريائه وعلى علمه سبحانه وتعالى يبقى كل ده احنا بنراها من خلال رؤية آيات الكون المشهودة وكذلك برضا كما يجبين يقرأ يبقى أنت بطارة وصار هذه الصفات أو هذه الأفعال خلال ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى أيضا صورة النبأ يبقى احنا شفنا إزاي الصورة يعني عرفنا موضوعات الصورة وما أرشدت إليه نصيحة بتوجهها للصورة عرفنا برضا تعرفنا على رب سبحانه وتعالى من خلال هذا الصورة وقلنا كل يعني بند من هذه البنود لابد أن كل الأثر بالغ في انضباط سلوك الإنسان يبقى في مقتضى يعني أنا دي صفة يبقى أنا من خلال الصفة ما تعلمنا يبقى دي بتؤثر على أخلاقيات الإنسان أيضا مسائل الإيمانية وهي المسائل الإيمانية التي تعلمناها من خلال الصورة خلال الصورة دي احنا حفظناها وممكن الإنسان حفظها من فطرة بعيدة جدا لكن قد لا ينتبه إلى المعاني التي فيها دي صورة مكية الصورة المكية بتتكلم دايما عن العقيدة تخيل الصورة دي اجتملت على العديد من المسائل الإيمانية عديد من المسائل الإيمانية بس احنا بتمر علينا كده لم ننتبه لأن لم يتم توجيه النظر إلى ذلك الأمر من المسائل الإيمانية نحن نتعلمها من هذه الصورة نساء يوم القيامة يوم الفصل إن يوم الفصل كان مقاتل يوم الفصل هو إيه؟ يوم القيامة أداء اسم الأسماء من القيامة يوم القيامة يوم الفصل حيث أن الله تعالى يفصل بين العباد برضا كمناساء الإيمانية أن نفق في الصور لقيام الناس رب العالمين يوم ينفق في الصور فتأتونا أفواجا إبقى لما يقوم إصرافية عليه السلام بالنفق في الصور بإذن رب سبحانه وتعالى النفقة الثانية حتى يقول أن الناس رب العالمين هم تتكلم عن كده النفق في الصور أيضا من أحداث الساعة السماء تكون أبوابة وتلسى في الجبال فتكون صرابا إبقى دي من أحداث الساعة وفتحت السماء فكانت أبوابة وصيرة الجبال فكانت صرابة أسماء النار جهنم إن جهنم كانت مرصادة إبقى جهنم ده اسم من أسماء النار إبقى جهنم إبقى جهنم اسم من أسماء النار النار معدل استقبال أهلية إن جهنم كانت مرصادة معدل من أهل النار هم الطغاء الطغينة مقابا مدة لبسها أولئك في النار قالوا لابسين فيها أحخابة شربهم إيه شرب أهل النار لا يذوقون فيها برضا شرب إلا حبيبنا وغساقة برضا يتكلم عن الكتابة في اللوحة المحفوظ أو كتابة أفعال العباد وكل شيء نحصنه كتابة إما أنه الكلام ده يبقى اللوحة المحفوظ أنه كتب فيه كل شيء وكل ما يلقى الإنسان وكل شيء نحصنه كتابة لأنه كتابة أفعال العباد لأن الله تعالى أوكى الملائكة يكتبون ما يصدر من ذلك العب وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أول مخصوص بها كتابة في اللوحة المحفوظ وكل شيء أحصنه كتابة إبه هذا إمام المبين هو اللوحة المحفوظ وكتب فيه كل شيء أيضا تزايد العذاب على النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابة يبقى النار كده دركات يعني إيه فيه مش عذاب وفيه عذاب أكثر أيضا أشد من ذلك العذاب آل الجنة ومتقون مين آل الجنة؟ المتقون والمتقون ده هوت يعني ده وصف والوصف ده أساسا لرب رسول الله أبين لنا سلوكيات هؤلاء أحوالهم صفاتهم عشان نكون على بينا يبقى أعدت المتقين يبقى أمين المتقين ده عشان نكون منهم تيجي الآيات في القرآن تبايل لنا ذلك الأمر آل الجنة المتقون نعيم أهل الجنة الحدائق والأعناب الحور العين هذه حدائق وأعناب وكواعب أطراب يتكلم عن الحور العين أيضا شربوهم خمر لذاته الشريبين وكأسا دهاقا ولا لغو فيها ولا تأثيم لا يسمع فيها لغوا ولا كذابة أيضا بتكلم عن الشفاعة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله ليه الشفاعة يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا تكلم عن الشفاعة أيضا الإيمان بكبير عليه السلام والعيكة واصطفافهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا الصواب الملائكة عند ربهم سبحانه وتعالى وكذلك الروح اللي هو جبير عليه السلام مشاية الله تعالى مثبتة لمشاية الرب يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا يبقى مشيئة رب سبحانه وتعالى أيضا من أسماء القيامة يوم الحق ذلك اليوم الحق وصفه فمن شاء تغذر به مآبة إثبات مشيئة العبد العبد ليه مشيئة فمن شاء تغذر به مآبة قرب قيام الساعة إن أظلناكم عذابا قريبا كل عام الإنسان تم إحصاهه صغير وكبيره يوم ينظر مرء ما قدمت يدها أيضا أهواله من قيامة ويقول الكافر ليتني كنت ترابا تخيل إن دي مسائل مسائل الإيمان المسائل دي يعني اجتمت عليها الصورة إحنا قرأنا الصورة لكن بتمر علينا هكذا تخيل بقى الصورة بتكلم عن مسائل الإيمان بتتسل المسائل دي إلى النفس يعني مسائل دي لو إحنا كتبنا محاضرة كاملة وتجتمل على هذه المسائل هنجد ممكن فيه معاناة يعني معاناة في الإلقاء ومعاناة في الاستخبال لكن دي الصورة بتغرس عندك اللي دبان غريب أو يعني الصورة بتغرس عندك هذه المسائل كده تتغرس داخلك انت حفظها في الصورة كل ما في المسألة أنا بنبهك بس قد يوم الفصل دا يوم القيامة هم ينفق في الصور تغطون أفواجة اللفغ في الصور وإننا حنحشر أيه نفد أفواجا إزاي السماء هيجرالها إيه طب الأرض هيجرالها إيه طب أهل النار نار معدى ولا مش معدى طب مين أهلها؟ هيعودوا فيها قد إيه؟ طب أكلهم وشربهم بيكون إزاي؟ بيتكلم على كتابة في اللوحة المحفوظ بيتكلم على مشيئة رب وأن العبد لي مشيئة أيضا واختيار بيتكلم على مسألة الشفاعة بيتكلم على أهوال يوم القيامة بيتكلم برضك أن أعمال الإنسان كلها تم إحصائها قرب قيام الساعة دي كلها مسائل إيمانية مسائل إيمانية فتخيل إحنا يعني دي كلها مسائل موجودة جواك بس كل ما في المسألة أردت بالك بس أردت بالك شو لما تيدي أخد صورة مثلا نازعات يبقى إيه؟ حتيجي تتكلم عن الساعة الطامة إذا جاءت الطامة الكبرى إيه الطامة دي لإيه الساعة ده الساعة اسمها يوم الفصل اسمها الطامة بعد جاء الصورة استريسها عبسة فإذا جاءت الصخة الصخة نسمها إيمان القيامة هل أتاك حديد الغاشير اسمها إيمان القيامة القرى عمر القرى اسمها إيمان القيامة فتخيل أنا كل دي يعني موجودة كم معنوات عندنا بس إحنا لم إيه توضع تحت بند فأجأ أقول لك قل لي إيه اسمها إيمان القيامة كما ورد في الجزء ده هتبقى من الساعة لم يصور جدا غير لما أنا بيجي أحفظ كده اسمها إيمان القيامة واحد اتنين تلاتة لا ده أنا أحافظها بالموضع بتاعتها بالصور بتاعتها فأنا الصور دي مثلا الجزء ده إحنا حافظينه فأجأ أقول لك إيه اسمها إيمان القيامة أقول لك يوم الفصل والطامة وعندي طبعا شايف الصور مرئية الكلام مرئي والصخة والغشية والساعة وقارعة يبقى نجد أن دي أسماء هي بستة المعلومة دي في داخل نفسه موجودة عندي معلوماتها لكن كل ما في الأمر ما حدش يعني نبهنا أن بنود هذه الأشياء فأمر العقدي ده هو ده اللي تعلم من خلال الصحابة رضي عنهم كيف تسللت مساء الإيمان داخل النفوس بصورة ميصورة جدا يعني صورة بس أنا لما يجب دقق النظر عرفت رب سبحانه خلال الآيات وأيضا تعرفت على ذي المسائل الإيمانية فانظر إلى كم ذي المسائل من مسائل الإيمان التي شمت عليها الصورة وانظر كذلك إلى سهولة ويصر هذا العرض حيث أنها مسائل كثيرة تتسلل لداخل الإنسان من خلال هذا العرض الشيخ للصورة كذلك انظر إلى التعرف على الله عزيزي جيد من خلال آثار أسماء وصباته ما يكون له الأثر بالك في تثبيت الإيمان وإدخال إلى القل مع التركيز والتأكيد على الأثر لتحدثه كل مسألة مسائل الإيمان في النفوس فلو تعاملنا مع صورة وقالة بهذه الطريقة هذا التصور لدخل الإيمان إلى القلوب وعيشنا مع صورة الإيمان التي تنشئ أثرا إيجابيا في التربية وكذلك في السبوك يبقى إحنا هايزين فعلا هذه العقيدة هايزين تعلم العقيدة هي العقيدة يعني نقول لك بنودها موجودة عندنا أساسا كل ما في الأمر أنا برتب لك المعلومات أنا برتب لك يا ولما أجل أقول لك هات لأسماء من القيامة من الجزء الأخير هتجد نفسك أن أنت عمال كده تنظر للآيات آه يوم كذا وكذا وكذا لأن نفسك دلعت خمس ست بنود خمس ست بنود كلمنا عن النار وقال النار معدى ولا مش معدى طب مين أهلها أكلوهم ايه شروهم ازاي هيعودوا فيها قد إيه طب أهل الجنة النعيم الذي يعده رب سبحانه الله لها للجنة العبد ليه مشيئة ولا مش مشيئة لمشيئة رب ليه مشيئة الشفاعة الشفاعة أنهم لا يشفعون إلى لمن ارتضى أقول لك قرب قيام الساعة يعني الساعة قريب الساعة قريب قرب قيامه إن أنظرنا لكم عذابا قريبة وحنن يجي لسورة الثانية بعد كذا يسألونك عن الساعة أهيانا ورساة فيما أنت منذكراء ربك إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم ما يرونها لم يلبثوا إلا عشيئة أو ضحاة قربها برضا كنت تتكلم عن قرب قيام الساعة فنجد آيات كثرة جدا فده بيبث داخل إنسان قرب قيام الساعة يبقى ده بيخليك أنا أسارع وأبادر إلى فعل الأعمال الصلاحة فعل الأعمال الصلاحة بنجد في مسألة البعث يعني رب صحالة كما بيّن في النظر لسائل طعامي أن صورنا الماء صب ثم شقلنا الأرض شقة انظر كده دي صورة مرئية كيف يحيي اللعز وجل الموت زي ما أنت شايف نهايتها نكتر أرض خاشعة فإذا نزلنا على الماء اتزت وربط إن الذي أحييها لم يحيي الموت بيرشدك كده تشوف أنت صور مرئية بترشدك إلى إيه إمكانية البعثة وإزاي رب صحالة حيبعث العبادة زي النباتة من آياتي أنك ترى الأرض خاشعة ميتة همدة فإذا نزلنا عليه الماء اهتزت وربط وأن باتت النباتة إن الذي أحييها لم يحيي الموت إنه على كل شيء من قدير سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونفس يقلق قال ما يحيي أعظم يرمي كل يحيي الذي أنشاءه ولا مرة وكل قلق عليم الذي يجعلكم من الشجر الأخضر ناره إذا أنتم منه تقودون فالله عز جل بيبيلنا هذه المسائل وهي مسائل يمنية في الحقيقة بس إحنا مش بننتبه مش بننتبه تعلمنا الصورة كده حفظنا الصورة وما كانش لنا علاقة بيها لا خليه بلك لما يباليك علاقة بالصورة حتعيش الصورة أرمجقر الصورة ببعايش الآيات تعيش الموضوع شايف يا الآية يعني بتنتقل من عنصر إلى عنصر وكذلك بنرى توجيه الآية لنا أو توجيه الصورة لنا وشفت تعرفت على رب سبحانه وتعالى من خلالها عرفت على مسائل الإيمان وبالتالي ده اللي بينشئ هذا الاندبط السموك لكن لما نجي مثلا ناخد أي صورة من الصور أي صورة من الصور مثلا خدنا صورة الانفطار حفظين الصورة وحفظين الكلام لكن تقول لي بتكلم عن ايه ما عرفش طب لي ما تعرفش أنت لو قفت الوقفة دي مع الصورة حقول لك الصورة بتكلم عن ايه حفظ الآيات يعني دلوقتي خلاص احنا انتهينا من صورة النبع صورة النبع وقال دي ايه قلنا بتقسم لبنوت وقال دي البنود ده طب البنود دي بتكلم يبقى نقول لك دول قوم أنكاروا البعث فكان الوعيد والتهديد ثم جاءت الآيات لكي تبين قدرة رب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا القلق اوجد ذلك القلق بقدراته لا يعجز عن اعادته بعد فنائه طب كانت تقول لي ايه يوم القيامة ده ايه يوم البعث ده بقى نتكلم عن يوم البعث وإيه وإيه أساسا أحداثهم طيب ما بعد الفصل بين العباد والحساب يبقى نقول لك إلى جنة وإلى نار طب عرفنا بالرب المعبود سبحانه وتعالى هذه التعريب بالرب سبحانه وتعالى طب في الآخر بتوجيني لإيه سارع وبادر إلى العمل الصالح لقرب قيام الساعة وأن الإنسان لا يجاز إلا على عملي خلاص هذه صورة النبأ قلناها قبل كده ما كناش ممكن نقول أتكلم عن صورة النبأ بهذه الصورة صورة النزعات كذلك صورة عبس كذلك صورة الإنفطار كذلك الشقاق كذلك البروك كذلك اي صورة من الصور لما أنا بتبقى قسمة إلى مقاطع وجنود وقولنا المقطع بيتأسم إزاي ارجع كده بتفسير من كثير رحمه الله تجد أنه قلنا بيأسم الصورة إلى مقاطع مش جاية ارتجالية ولا عشوائية ولكن ده المقطع عبارة عن آية متألفة وبالتالي بترشد إلى عنصر واحد تتكلم عن عنصر واحد فتعودنا على كده إذا ما احنا قلنا برضك الإمام بيجي يصلي يبقى بيصلي إيه هذا الجزء اللي بيختاره بيجي جزء أيضا إيه آياته متألفة بيتكون عنصر واحد موضوع واحد تتكلم عن موضوع واحد انفعش قبل الآية دي انفعش قبل الآية دي انفعش يبدأ إلا من هذه الآية كل ده إيه لأن دي عنصر واحد بتتكلم من خلاله فالآن أقدر أحكي لك صورة النبى لو عملنا القلام دي مع صورة النزعιات نقدر نحكيها مع صورة الأنفال، نقدر نحكيها أي صورة مصورة القرآن حتى لو كان صورة البقرة صورة البقرة يعني ولو دي أطول صورة القرآن بس هل مقدرش أتكلم عليها نقدر نتكلم عليها بس هي عايزة وقفات كده وأعرف الصورة مشت زاي تتكلم على ايه وابنه ده وبالتالي أبدأ أنا عند ذلك أتكلم عن عناصر هذه الصورة بصورة سهلة ومعيصورة مع الاستعاب لمضمون أو موضوع الصورة والإطار العام لتلك الصورة أي صورة من الصور القرآن سواء كانت من الصور القصيرة أو من الصور المطوال للصور كل دي أيضا إيه نتكلم عليها يبقى أنا واخد بالي إزاي ماشيها يعني أنت آيات صوت البقرة دي مش مرتبة مرتبة طب تتكلم عن إيه لو أسألك دلوقتي بيها هتتكلم كده كلام عشوية ارتجالي كلام ارتجالي لكن لو أنا درست الكلام ده أرتجالي تتكلم أولا تتكلم عن القرآن وإنه دايا للمتقين وبعد التوصف لنا من أوصاف بقى الناس أقسام الناس يقسمون إلى ثلاثة واقف كل طائفة لها أوصاف وبعدين بيجي بعد كده الله تعالى درب لنا مثل للمنافقين بعد كده كان نداء يا أيها الناس أعبدوا ربكم لماذا خلقان الله تعالى وتعريب برب المعبود سبحانه وتعالى وتعريب بالنبي والرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك فيها ولا تردد ولا رأيب عند المسلم وبعدين بتكلمني بردك بعد كده على يعني الضالة تسكن للإنسان إما إلى نار إما إلى جنة وكذا نبدأ أنا بمشي تسلسل كده لأن أنا فهمت موضوحها فهمت موضوع الصورة وبالتالي درسته كده فحراجت أنك أنت لم تيجي تمشي وتحكي الصورة حكيها لأنك أنت زي كتاب أنت ذاكرته كتاب ذاكرته أنت ذاكرت الكتاب فأقول لك كتاب تتكلم عن إيه فبتتكلم أنت على عناصر يبقى أنت كونت الصورة الذهنية وبدأ تتكلم أيضا إيه من خلالها أي صورة من صورة القرآن عشان أنا أسعى وأواخد بالي ومنتبه وأعيش أيضا الصورة أعيش أحداث الصورة أعيش أيضا يعني هذه الموقات أتعرف على رب سبحانه وتعالى بس معرفة يعني ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله نرى في استقابة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى أدي مسائل الإيمان لو إحنا ماشينا في جزء عامة ده بهذه الصورة حنجد في الآخر كده مسائل الإيمان كثيرة جدا أدي الكلام عن الملائكة أدي الكلام عن القدر أدي الكلام عن رب العالمين أدي الكلام عن يوم القيامة يعني كل ده أنت حتجده يعني من جمع الجزء ده كله في الآخر حتجد ده أنا عندي كم كبير أنا يطلع أنا كتيب كده كبير بيتكلم عن يوم الآخر كل ده شفتم منين من هذه الأحداث ما إحنا زي من قلنا هادي يوم الفصل ده اسم أسماء من القيامة تعالوا بعد كده صور تانية اسم تاني أضفناه ثالث رابع خامس سادس وكذا فنجد عندنا خمس ستة أسماء من يوم القيامة برضا كام اسم ليه النار وكذا يعني ده في النهاية مجموعة ذلك أو تجميعه فنطلع بعد كده أنت عندك كم عقدي وكم عقدي ثابت داخل النفس لأن احنا حفظين الآيات تحت تلك الصورة وكان ده خاتمة الرسالة الثانية وتكون الرسالة الثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى نفسية المستمع ونرجى ذلك كلام عنها إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر أقول قبل هذا أستغفر الله لي وليك اشتركوا في القناة